شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصية لأحدى تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوية وناقش الفريق أول عبد المجيد سقر عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات مشيدا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدرتها على تنفيذ المهم المشتركة كان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات